وفقاً للتقارير بعد استئناف الرحلات ظلت أسعار تذاكر الطيران دون تغيير بشكل عام ويمكن أن يشهد مطار كابل الدولي وصوله ومغادرة طائرات الركاب من شركة خطوط أريان الجوية الأفغانية يوم الأحد هذه هي رحلتنا الأولى بعد استئناف الرحلات الجوية ذهبنا إلى هرات يوم السبت وفي اليوم التالي نقلنا الركاب وسافرنا إلى قندهار ثم طرنا من قندهار إلى كابل وصلنا قبل قليل هذا وتأسست شركة خطوط أريان الجوية الأفغانية في عام 1955 وهي أكبر وأقدم شركة طيران في أفغانستان وذكرت إدارة الطيران المدني الأفغانية يوم الخميس الماضي أن مطار كابل الدولي سيستأنف الرحلات الداخلية في المستقبل القريب ولكن استئناف الرحلات الدولية سيستغرق بعض الوقت ترجمة نانسي قنقر